كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن علامات وأشراط الساعة الساعة هي قرب قيام البعث والنشور لله الواحد القهار هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى ونريد أن نتعرف عن هذه العلامات من خلال الكتاب والسنة النبوية الشريفة فقد تبت في كتاب الله تعالى وسنة النبي الكريم أن الساعة لها علامات ولها أشراط وهي غيب لا يعلمه إلا الله تعالى ربنا لم يطلع على الساعة ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى سوف يقيم الله الساعة فنزل القرآن الكريم يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وآيات أخرى نزلت ربنا عز وجل يجيب عمن يسأل عن الساعة كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهها وأيضا في قوله تعالى قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فالساعة هي غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن فيها علامات وأشراط تسبقها منها ما ظهر وانقضى كباتة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وكنشقاق القمر وغيرها من العلامات ومنها ما ظهر ولا يزال يكتر كما جاء في الحديث ترى الحفاة الرعاة يتطولون في البنيان وكترة الهرج والمرج وانتشار الزنا وسفك الدماء هذه ظهرت ولا تزال تكتر ومنها ما لم يظهر بعد وهي العلامات الكبرى كالنزول عيسى بن مريم وخروج المسيخ الدجال وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك فالساعة هي قريبة ومنتهى العلم للساعة إلى الله وحده لهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة كما جاء في الحديث الطويل ما يسمى بحديث جبريل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لما قال لي جبريل عليه السلام يا محمد أخبرني عن الساعة قال لي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قال لي اذكر لي علامتها المهم أن الساعة كما أخبر القرآن الكريم أنها قريبة هكذا هذا اللفظ بهذا اللفظ تكلم ربنا عز وجل فقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر فبعتة النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة على قرب الساعة لأنه قال في الحديث الصحيح بعث أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه فيمدهما ممكن أن نجمل من خلال الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية المتعددة أهم أشراط الساعة الصغرى ثم نتحدث عن أشراط الساعة الكبرى فأهم أشراط الساعة الصغرى أولا هناك بعتة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من علاماتها استفادة المال والاستغناء عن الصدقة سيأتي زمان أن المال يكون كثير والناس في الشوارع والأماكن العامة يقول من يريد الصدقة فلا أحد يقبلها ومن أشراط الساعة ضياع الأمانة أن الناس يخونون الأمانة ولم تعود لك ثقة بين الناس ثم قبض العلم يقبض العلماء كل مرة تسمع بأن علماء جلاء قبضوا ولا يعوضون يقبض العلم ويظهر الجهل ثم تظهر الفتن الفتن والقلاقل والسراعات ثم يكتر أعوان الظلمة وكتة الشرط أن الناس لم يعودوا يثقون في من حولهم فتكتر القوات المتدخلة الشرطة بأنواعها وأشكالها الكثيرة لأنه لم يعدونك أمان ثم ينتشر الربا وتنتشر الزنا ويستحل الناس المعازف وشرب الخمر وغيرها من الأشياء التي فيها استمراء الملاهي بالمقابل من علامة الساعة الصغرى كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة أن ترى الناس يتطاولون في البنيان أن الناس الحفات العرات يتطاولون في البنيان ناطحات السحاب الكبيرة التي تتجاوز العشرات من الطوابق ثم يكتر الشح بين الناس وتكتر الزلازل والفياضانات والعياد بالله ثم يظهر بين الناس الفحش وقطعات الرحم وسوء الجوار ومن علاماتها أيضا ما ذكر من تشبب الشيوخ أن الإنسان بعد الستين والسبعين يريد أن يظهر أنه شاب يسبغ شيبه يقوم بصبغ الشيب ويقوم بلباس لباس الشباب رغم أنه شيخ ثم من علاماتها والعياد بالله هو ذهاب الصالحين لا يعد هناك القدوة في المجتمع إلا القليل وأيضا تكتر الأمطار وتقل النباتات المطر يهطل ولكن النبات لا يكاد ينبت ثم أرض العرب تعود مروجا وأنهارا لأن أرض العرب هي صحراء معظم وصحراء ولكن تصبح مروجا وأنهارا ومن علامات الساعة أيضا وهي خطيرة جدا كترة الروم وقتالهم للمسلمين كما جاء في الحديث كترة الروم يعني أن الروم المقصود بها الغرب أوروبا وأمريكا وما جاورها يكترون ويتقوّون ويعتدون على المسلمين ثم من علامات الساعة أيضا الصراع بين اليهود والمسلمين صراع ثم استحلال البيت الحرام أن الروم واليهود سوف يستحلون البيت الحرام بل ويقدمون لهدم الكعبة ويشتد البلاء ويتمنى الناس الموت هذه باختصار أهم ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية تنبئ بأن الساعة لها علامات صغرى الكثير منها ظهر والكثير منها لازال يتكاتر ويشتد ويتبلور لكن أهم من أشرط الساعة الصغرى هناك ما يسمى بأشرط الساعة الكبرى جاءت في القرآن الكريم في السنة الصحيحة وهي لم تظهر بعد لأنها إذا ظهرت معنى أن الحياة فوق الكوكب الأرضي ستنتهي ومن أهم هذه العلامات المذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله أول شيء وهو ظهور دخان عظيم دخان كبير سوف يملأ الأرض كلها يصبح في كل مكان وكأن الأرض الكوكب الأرضي يصبح كبيت أوقد فيه النار هذه النار خطيرة هذا من أهم علامات الساعة الكبرى قال فيها ربنا عز وجل فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس يعني أكثر من الزلازل التي دقناها أكثر من الإعصارات أكثر من الفياضانات دخان يعني يملأ الفضاء كله وفي الحديث عن حليث بن أسيد الغفاري أنه قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قلنا يا رسول الله نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر منها الدخان وذكر الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويجوج ومجوج وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم هي خسوفات ثلاث من أهم العلامات هي من أجر الساعة قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لن تقوم حتى تروا مجموعة الظواهر وقال وثلاث خسوف ثلاث خسوف الخسوف والكسوف عادة يكون هناك خسوف فيتبعه كسوف لكن هذه المرة يأتي الخسوف ولا يأتي معه الكسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب أيضا من علامات الساعة ظهور المسيخ الدجال يسمى بمسيح الضلالة يفتن الناس لأن ربنا يعطيه آيات عنده قدرات أنه ينزل المطر من السماء وأنه يحيي الأرض بالنبات وأخوار الكثير يعطها له هذا المسيخ الدجال يقال بأنه كان للدين المسيحي ويقال بأن إحدى عينيه ممسوحة أحدى عينه منسوحة سمي دجال لأنه يغطي الحق بالباطل ويموه ويلبس على الناس عنده قدرة هو يمثل الباطل والتمويه والتلبيس له صفات كثيرة مذكرة في القرآن الكريم أنه من بني آدم وأنه قصير القامع وعريض النحر ممسوح العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كافر يعني كافر ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له نسل هذا الدجال خطير هو من أكبر الفتن تظهر في آخر الزمان تسمى فتنة الدجال العظيمة لأن الله تعالى يعطيه خوارق تبهر العقول وتحير الألباب لكن الله تعالى حرم عليه دخول مكة والمدينة ولكن ما سوى ذلك من البلدان سوف يدخلها واحدا بعد الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا كثيرا وأمرنا بأن نتعود من فتنة الدجال وكان يدعو في صلاته صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أعود بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر وأعود بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعود بك من شر فتنة المسيح الدجال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فسورة الكهف هي من المنجيات من حفظها أو قرأها عصمه الله تعالى من فتنة المسيخ الدجال وأن هذا المخلوق سوف يهلك على يد عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمن كذلك من علامات الساعة الكبرى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خروج يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج هم مخلوقات غريبة ذكرهم الله تعالى في عدة مواطن من القرآن في صورة الكهف وفي صورة الأنبياء لما ذكر قصة ذي القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعة هادهما يأجوج ومأجوج كانوا في عهد ذي القرنين وقد ضرب عليهم ردما كبيرا وصورا عظيما لكنهم سوف يخرجون يتمكنون من هدم هذا الصور ويخرجون من هذا الردم وهو الذي قال فيهم الله تعالى حتى إذا فتحت يا جوج ومجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز يأجوج ومأجوج هذا القوم الفاسقين في الأرض عن الناس لكن إذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة آنذاك سوف يندق هذا السد ويخرج يأجوج ومجوج بسرعة عظيمة وفيهم جمع كبير ولا يقف أمامهم أحد من البشر فيموجون في الناس ويعثون في الأرض فسادة وهذه من علامات الساعة الكبرى حيث يقع خراب الدنيا وينفخ في الصور فتقوم الساعة والأحاديث الصحيحة أدال على ظهور يأجوج ومجوج كثيرة منها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحكي زينب بن تجحش رضي الله عنها دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه الإبهام والتي يليها فقالت زينب بن تجحش يا رسول الله أنا هلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبت أنا هلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبت والأحاديث على ظهور يأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر الزمان كثيرة ومتواترة أيضا من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة دابة غريبة سوف تخرج في آخر الزمان وقد ذكرها الله تعالى في صورة النمل لما قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم هذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة وذلك أن يكون عند الناس فساد ويتركون أوامر الله ويتغير الدين هنا تخرج للدابة فتكلم الناس دابة تعقل وتنطق والمفروض أن الدواب في العادة لا كلام لها والعقل ولكن ربنا أراد أن يجعلها آية من عنده وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ثم كذلك من علامات الساعة الكبرى ظهور المهدي المنتظر المهدي المنتظر جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أنه سوف يظهر في آخر الزمان من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال عظيم فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه سكان السماء وسكان الأرض ويقسم المال صحاحا فقال له رجل ما معنى صحاحا يا رسول الله قال بالسوية بين الناس هذه بشارة من البشارات أن آخر الساعة ستكون هناك مظاهر مخيفة الدجال والمسيخ الدجال ولكن بالمقابل هناك مظاهر طيبة سوف يظهر المهدي المنتظر سيكون رجل هو أيضا بمقابل الدجال الدجال هو رجل قصير قاما عريض قفا وعينه فيها عور لكن المهدي سيكون من أهل الإيمان ويكون قوي ويملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن تملأ جورا وظلما وسوف يعدل بين الناس خصوصا يقسم المال يكون المال قد كثر ويقسمه بين الناس بالسوية وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم المهدي من أهل البيت يصلحه الله تعالى عز وجل في ليلة يعني أن هذا المهدي هو رجل من آل بيت رسول الله لم يكن في الأول معروف وقد يكون على ضلالة في بادي أمره ولكن الله تعالى يتوب عليه فتصح توبته ويصح إسلامه فيوفقه الله للخير ويلهمه الصواب ويرشده إلى ما فيه الفلاح ثم يبدأ بنشر هذه الحركة حركة المهدوية التي فيها نشر العدل والقسط بين الناس ومحاربة الجور والضر كذلك من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام سيدنا عيسى بن مريم هو نبي النصرى هو لم يمت ولكن رفعه الله إليه وفي القرآن الكريم ربنا تحدث عن نزول عيسى بن مريم لما قال ولما ضرب ابن مريم مثلا وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها واتبعون هذا سرط المستقيم فالآيات تقول لعظم وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه كذلك من أخطر علامات الساعة الكبرى ظهور الشمس من مغربها الشمس تصعد علينا كل يوم من مشرقها ثم تسير إلى أن تغرب من مغربها هذا هو النظام الكوني لكن هذا الكون سوف يختل وهنا تظهر علامات الساعة الكبرى ظهور طلوع الشمس من مغربها هنا سوف يغلق باب التوبة باب التوبة مفتوح ما دمت الشمس تطلع من مشرقها ودليل ذلك ما قاله الله تعالى في كتاب العزيز هل ينظرون إلا أن تاثيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون تلأ هذه الصحيحة بينت بأن المراد بأن آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت رأها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولعل من أهم علامات الساعة الكبرى هي خروج نار عظيمة النار التي تحشر الناس هي من أهم أجراء الساعة وهي مؤذنة بقيامها قال صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم آخر العلامات للساعة هي نار عظيمة قيل تخرج من اليمن كما في الحديث الصحيح وتطرد الناس تنتشر في العالم والناس يسيرون الأحياء في ذلك الزمن يحشرونها إلى المحشر هذه باختصار أيها الأحباب الكرام من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هذه أهم علامات الساعة التي ذكرها القرآن الكريم وذكرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة العلامات السورة والكبرى وهذا دليل على أن العالم هو يسير نحو النهاية يسير طبعا لا يعلم الساعة إلا الله لا أحد يعلمها قل إنما علمها عند ربي وربنا عز وجل قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ممكن أن تكون قريبة وهذه الساعة علامات نحن نعيشها الآن ظهور الفتن نحن نرى عبر الأخبار وعبر الأحداث التي تقع في العالم فتن هنا وهنا وهناك نرى ضياء الأمانة الأمانة قلت نسل لم يعد يثيق بعضهم في بعض العلماء يقبضون وإذا قبض عالم صعب جدا أن تعوضه وبالمقابل يظهر الجهال الذين يفتون الناس بغير علم ويتكلمون في شؤون العامة ثم لا يخفى عليكم أن الناس صاروا حتى في المجال التدين يتباهون ببناء المساجد وزخرفتها ولكن لا يعمرونها إلا قليلا ودلقوا كذلك تقارب الزمان أن الزمن لم تعد فيه البركة بسرعة تمر الأيام ثم نرى كذلك الشح أن الناس عندهم المال ولكن يأبون أن يتصدقوا أو ينفقوا ثم رأينا ذهب الصالحين كل مرة نسمع بأن بعض الذاكرين الصالحين يذهبون صعب جدا أن تعودهم ونرى كذلك على المستوى الدولي الصراع في الحديث كترة الروم وقتالهم للمسلمين هذه الحروب التي الآن نشهدها خصوصا في الوطن العربي وفي ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط قتال اليهود وكترة الروم واستضعاف المسلمين كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه كل أحداث تقع والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية ولكن العلامات الكبرى التي لم تقع بعد هي هذه الخصوفات المتتالية خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيط العرب فتن تظهر كالمسيخ الدجال الذي سوف يتبعه الناس وسوف يعطيهم الأدلة والبراهين ويقنعهم منهم من قال بأن المسيخ الدجال وهذا الفكر السائد الذي يطعن في القرآن وينكر السنة ويأتي بالفتن يقوم بوظيفة المسيخ الدجال ولكن منه من قال بأنه ليس فكر هو رجل رجل بشحمه ولحمه عنده قدرة على الفتنة ثم إلى جانب الدجال غروج يأجوج ومجوج هؤلاء يسمون محور الشر محور الشر يكونون في المجتمع ولكن بالمقابل ربنا تكلم عن محور الخير محور الخير هو ظهور المهدي المنتظر ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فالحياة هكذا قائمة على الصراع بين الخير والشر بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وأن ذاك تقوم الساعة على من تقوم تقوم على شرار الخلق آخر علامة من علامات الساعة وخروج هذه النار ولكن البطون تصبح عقيمة آخر علامة الساعة أن البطون لم تعد تلد ربنا عز وجل يوقف الإنجاب وبالتالي لأنه حتى لا يولد أطفال أبرياء ويكون ضحايا الكوارث التي يشهدها العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أهل الإيمان واليقين وأن يختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله جل جلاله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأل الله تعالى أن نكون من المعتصمين ويجعلنا من الذين يعتصمون بكتابه وبسنة نبيه وأن نكون من الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونذكركم بأرقامنا الهاتفية المعتادة لمن أراد أن يتواصل معنا أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من إقليم الحوز معنا السيمو حمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله سيد محمد أهل وسلام بيك مولاي يا أهل بيك أيها مولاي أيها بكل فرح أهل سيد محمد سيد محمد سيد محمد نقطع الخط ربما مع ديرا أخينا سيد محمد برنا نسمع القصة ديالك ونستفدوا منها ونأخذوا منها العبرة ولكن تخذ من قدموها لك بإذن الله على قدر ما نستطيع أخونا محمد قالوا ربما انقطع الخط عن أخينا محمد معذرة الله يحفظك ورعاك المخرج ديالنا السيسامي يحاول ما أمكن أنه يسترد هذا الرقم لكن يبدو ربما في صعوبة إن شاء الله مولاي حافظك الله ورعاك نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك الهموم وينفس عليك الكرب أخي محمد الله يفرج عليك إذا كان المشكل هو معنوي صراعات أو مضايقات أو إكرهات فربنا سبحانه وتعالى هو المفرج وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نردد دوما إذا كان هناك المشكل معنوي كان إكرهات نردد دوما دعاء سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل وثلاثة مرات أو مرارا ورب غد يفرج بإذن الله ولكن مشكل مادي مالي طبعا نكثر من الاستغفار الاستغفار على طول من لازم الاستغفار جعن الله له من كل هم فرج ومن كل بيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب فكل الحلول ميسرة من توجه إلى الله تعالى فربنا هو القادر على كل شيء أسأل الله أن يخفف عنك الهم والغم إنه سميع قريب مجيب تحول إلى إقليم تنغير معنا للا ربحة أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا البيت أيا للا ربحة قالت عليكم مرحبا أهلا البيت الله يحفظك ويرعا طبك فيك للا الله يحفظك ويرعا طبك فيك نمشى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم أمين يا رب الله يرحمنا مسكنا ورحم والدينا واحد المسلمين جامع لبس عليك كده يسوى كورو بانكوش بي خير الحمد لله الشريفة الله يطول عبرك يحفظك ولنا لا يلها إلا الله بارك الله وفيك للا ربحة جزاك الله الفخير ولبس عليك ولله الحمد الله يفعل ما قام ديرك للا الله يحمي الوالدين وضعتنا سيد دعواز وينا والله يعطيك الخرارة مهمومين بزاف واشكنا على الله سفنا الله واشعنا في القلوب لا إله إلا الله الله يفرج عن الجميع كالوليد المسكين ودعيمي على الله بعد علينا الشرخ الخلق وانصرنا على القوم الظالمين اللي يستعليك الله يحمي لك يا ربي يا كريم يا رحمة ورحمته لك الدعوة وأنت الصالح أنت حفظك الله الله يحفظك الخير استغفر الله الله يحفظك ويرعاك الله يكبرك الله ينورك الله ينورك الله يطول عمرك للا تحية لك وتحية لكل الساكنة للإقليم تنغير ناس طيبين ناس متواضعين ناس الخادومين للى ربحة هي الدنيا هكذا ربي عز وجل خلقها يوم لك ويوم عليك دنيا هكذا يعني مرة كتكون زينة والخير دي المولانة ومرة تانية كيكون فيها المعاناة وكتكون فيها الشدائب هو الحق سبحانه وتعالى حينما خلقها وصممها جعلها على هذا الشكل لأن الدنيا هي دار عمل أما الآخرة هي دار جزاء الآخرة أربي عز وجل قال لنا فيها على طول النعيم المقيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا يعني لا يبغون عنا حول الخيرات تكون متواصلة أما الدنيا فيخلق الله تعالى لأن داروا بلاء وداروا عمل نحن نعمل فإذا كان ربي سبحانه وتعالى هو يتنزل في ملكه واحد الفئة من الناس ربي تعالى بغاهم يشوفهم الشاكرين بغاهم يشوفهم الشاكرين فليد أعطاهم النعيم الناس اللي هم أغنياء في المشهد الاجتماعي دينا واحد الفئة كيف أغنياء أعطهم الله المال وأعطهم الله تعالى الدور الكبيرة السكن الفاخر وأعطهم السيارات الرفيعة وأعطهم المقامات العالية وأعطهم الجمال في الصورة وأعطهم الشمال دي لهم قوي ومعروف ومحترم هذا يبغاهم الله تعالى يكونوا من الشاكرين أعطهم الله النعماء بس يسمع منهم الشكر يبقوا يشكروا الله تعالى كل وقت وحيم وفي اثانيا كتلقى ربي عز وجل قلل لهم من العطاء كتلقى عندهم الامراض وعندهم الاسقام وعندهم الفقر وسكني ثوحد الحي سكني اللي هو يا كيبان كيبان ضعيف وعندهم مشاكل وعندهم صعوبات في الحياة هذو ربي بغي يشوفهم صابرين هو سبحانه وتعالى يتنزه هو يفعل ما يشاء فئة بغي يشوفها شاكرة وفئة تانيا بغي يشوفها صابرة وحنا في محط مولنا نفعل هكذا إلا أعطنا النعيم نشكر وإلا أعطنا البلاء نصبر وإلا قدر الله تعالى ابتلنا إبليس ووقعتنا في الخطايا وفي الدنوب نستغفر دائما نستغفر المؤمن دائما لسانه رطب بذكر يستغفر إذا مشى بهذا الطريق الحياة سهلة أتبلي بأن كل ربح إلا كان عنده البلاء لما يصبر أدلقى بأن البلاء هو ربح لأن ذلك البلاء هو اللي في الترقية السريعة الشكر في الترقية البطيئة والصبر على البلاء في الترقية السريعة وفي الختام أدلقى بأن كل رابح 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 كل ما أعطانا الله تعالى لو اطلعتم على الغيب لعلنتم ما فعل ربكم إلا خيرا ولكن نحن البشر لن نطلع على الغيب والكثير منا ينظروا عند أقدامه وبالتالي كيعطي واحد تحليل مادي وقعي وكينسى التحليل الإيمان الرباني واللي حب الله سبحانه وتعالى واللي كرم الله تعالى كيعطي الفتوحات كيف تحليها هذه البصيرة وكيعطيها هذه المعاني وأنا ذاك غتبني الدنيا بأنها مثل وحد الفيلم سيناريو جميل وهو يتنزه في ملك الله تعالى وغتمر الأمور بسلام فأسأل الله الكريم للا ربح الله يربحك في الدنيا والأخرة الله يفرجع لكم الهموم اللهم تعالى إنفسالكم الكروب الله يعقل لكم الحوائج ويحقق لكم الرجاء وكل من قال أمين نسأل الله تعالى أن يعطيه مثل ذلك وزيادة قولوا معنا جمين أمين 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 يا ربي يا كريم أحبابنا الكرام نتحول من تنغير إلى إقلمش معي معناه السحسن عمي الحاج كدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته كدير عمي الحاج الحمد لله أخي وبرك الله فيك لا يطول عمرك ولله الحمد سيدي وكن شكر نخرج عمي الحاج الله الحمد للوليدين أيان عم سيسامي سيسامي عارف رجل طيب رجل خدوم رجل بشوش الله الحمد لله أمين حاج اللي كتدار من اللي كتب دول ونمع الراضي ونمع الراضي بحسن وبركاته من ليش ديت خطة ونك الرعدة وللسي الرعدة وللسي الله يرحمك وردين دعم عمي الحاج يا ربي يا ربي يا حسان الله يزيدك نور على نور ودعا يا مرحل المسكين وده يا تحي العمل وقد ترقى بتطريب الشيئام ويمسك تجربها من هان الله وكبار الله يجب شيفا ما عنده يا رب الله يجب شيفا الله يفرج لك سيدي حسان يا ربي يا كريم ويا حسان لا تخاف ولا تخشع انت دفيق واحد الصفة للأهل الإيمان الصفة للأهل الإيمان هو أول وجه للوجهلين هما أهل الإيمان تلقى عندهم إلي اسمع كلام الله تعالى إلي اسمع القرآن الكريم إلي اسمع الحديث النبوي الشريف إلي اسمع غير ما عن الفقر تلقى بأن قلبه يرتجف هذه من علامات الإيمان يوم الإشفاق مشفقين من خشية الله تعالى فهنيئا لك هذه علامة للأهل الإيمان وعكسها علامة الناس اللي هما غير الإيمان هم فيهم الكبرياء والشعور بالعظمة ويتحدث عن نفسه ويتحدث عن مقاماته هذا من أخطرها الكبرياء خطير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذا الكبرياء وصفة الله ربنا كيتكلم في الحديث القدسي ويقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي ولكن لك يعطي الله تواضع وكيعطي الله تعالى الخشية وكيعطي الله تعالى الإشفاق في قلبه هانئا له هذه من علامات الإيمان وتأخي يا حسن عندك هذا العالم فهانئا لك أسأل الله تعالى أن يزدك إيمان في إيمان ويقين في يقين والزوجة ما أصابها هذا غبتلاء خفيف إن شاء الله سوف يزول وقد كنا عملية جراحية وخيكون دواء تيقن بأن هذا ابتلاء بسيط وغيزول واتنساه نهائيا لأن الله سبحانه وتعالى كيتنزه في ملكه قد سولني لماذا ربنا سبحانه وتعالى اختارا لزوجتك هذا الابتلاء أعطاها هذا المرض ومشدرت عملية جراحية أو سل الدم أو دول الخياطات وعطاها مجموعة للأدوية وبقات مدة طويلة في الاستشفاء لماذا كل هذه الأمراض لماذا كل هذه المعاناة الجواب أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت أن الدنيا هي دار ابتلاء والآخرة دار جزاء الله تعالى يعد لبعض عباده المؤمنين مقاما عاليا في الجنة هذا كالمقام الرفيع مع الأنبياء ومع المرسلين ومع الأولياء المقربين ومع أهل الله رفيع المقام لكن الله تعالى لما يطلع على عمل هذا الرجل المؤمن أو هذا المرأة المؤمنة يلقى بأن العمل دي لهم بسيط صلاته وصيامه وصدقته وبره كيبقى محدود وباش يوصل دك للمقام الرفيع خصوء المازين للحسنات فكيقول الله تعالى لجبريل يا جبريل عبد فلان أو أمتي فلانة أريد لها ذلك المقام الرفيع لكي تصل له يعطيها البلاء حتى تصبر وترتقي بسرعة البلاء كيسمه أهل الله كيسمه هو الترقية السريعة نحن كنعرف في النظام الوظيفي في الوظيفة العمومية مثلاً أو في أي قطع وظيفي كتلقى هناك الترقية كينا الترقية السريعة وكينا الترقية البطيئة الترقية البطيئة لإنسان كي يخذه بالأقدمية سيبقى عشر سنوات وحد السلم عد انتقل إلى السلم الذي يليه ولكن ترقية السريعة كي يحصل للإنسان إلى اجتاز في مباراة أو يحصل لدي بلوم عالي أو ده شيء إزاز كبير يعني يشكر عليه أنه ذلك يتم ترقيته بسرعة هذا في عالم الدنيا في عالم الأخير الله تعالى دلنا الترقية البطيئة هي بالعبادات الصلوات والصدقات تلوة القرآن هي ترقية بطيئة لكن الصبر على البلاء ترقية سريعة فالزوجة دي الكدب الآن رابغالها الله تعالى ترقية سريعة هي تصبر وتحتسب ولن يطيل هذا المرض شاء الله قريبا بإذن الله سوف يزول ويختفي يا ما مرضنا يا ما مرضنا مرض شديد وقلنا ربما دي الأخيرة وسبح الله نسيناه ومشى ونضع بحل الحصان أحيانك نضع بحل السبع يعني كيمشي المرض كتقل وقل هذه الخرالية صافي كتشوف راسك بأنك السليتي وكترفع الرأي البيضاء وكتبتوصي الوصية للعائلة وكتقول يا رب تختمي بحسنة ولكن سبحانك يا رحمان يا رحيم كتدز أيام معدودة على رؤوس الأصابع وحل النظر كتشيق في الصباح كتتقل نفسك بحل الأسد بحل الحصان وكتشوف غير مجرد ابتلاء من الرحمن بغربي عز وجل يقيس الصبر ديالك وأرد منك الاحتساب ثم الارتقاء فأسأل الله جل جلاله أن يشافي الزوجة ديالك الله يعطيه الصحة والعافية وتمام العافية رب الناس أذهب الباس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم والصحة يا أخو يا الله يعونك على الزمن والصحة والسعادة والهنى وجمع الشمل قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربك كريم يا أرحم الرحمن بابنا الكرام واللحظة نتحول إلى إقليم طنجة معنا للا أميمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ريبان لبس عليك لبس بنتي أميمة الله يطول عن ورك ويحبط ورعك كنت بلنا تكون أحسن الأحوال يا ربي ولله الحمد بنتي جزاك الله الفخير والحمول لك صوني تعليك عندي مشكلة مع الزج ديالي مع الرجل ديالي لا إله الله يترجع لكم يا بنتي مشكلة بسبب الأم دياله أنا ما كراتش نهضر معاه نعاود لك لأن القصة طويلة وعندية من وقت برنامج يعني يا بنتي هذا ما خليت معملت معاه وقبت معاه تخدم ولا من فلوس ولا من وقت ولا من أي حاجة بالأخر بالأخر بسبب الأم دياله لبحالي واخاوي الدار شهرائي ما كيف رفادية ما كيف فقالية ما كيف خلف لكرا إلا 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 الله أكبر مع أن الحق ديالي وهكذا كيف تتعلم معيني ما تصوقش النس كيقولوا بأن كين سحر هي عملة لسحر ديالتفريقة حيث أنا هاتش يوقع لي هاتش يوقع لي في المولد النبوي الشريف كنتمشيت عندها أناوية على أساس باش ندوز المولد مع بعدياتنا وحتصفح نفقنا فطرنا سلينا خرج رجلي وخرج جباه تقيت غي أناوية جبت وحد المام من الكوزينة وفي وديك المام مصخ ورشتوا لي وقتلي هذا غير ملحة الحية والماء وأنا ملي رجعت لداري جبني وحد الحالي يستيري يوكت كان غويت وكان قطع حويجي وكان سف شعري ما حسيتش براسي لا إلا إلا الله وكي قول لي هو رجلي يقول لي ما لك قتل شوف رهى ماماك هي السباب رشتني وحد المرأة بسباب وأنا مريضة وما كان ما أسمحته حاجة وما تقشي بيا وعي طلجت عندي الضار قد كتغويت عليا وبغيت ضرب نقاع وفللاخر زرات الصف دي علاقت لو ترجي بحويجيك جهز حويجيك يملك أخوة الضار لا إلا الله أنا الحد سعبك دخلت يخدم أنا تسلف لعند العائلة يلي الفلوس تسلفتها وقتلوها عاونتوا بشي يخدم ده بحالين كل شي كعاية لك يقول لي يبغينا فلوسنا هو مشا لا إلا الله لأنه فاقالك رالح تشي حاجة عيز ما نحاول معاك نصوني عليه ما كيبغيش يجاوبني ما معاك ما عارش ما بناعمل والله لا حول ولا قوة إلا بالله الله يهديه يا ربيا كريم يا بنتي الله يفرج عليكم الله يفرج عليكم يا بنتي يا ربيا الله يفرج عليكم واخا بنتي أميما إن شاء الله ناخد الرقم دي لكو نتواصل معك بإذن الله ويكون صعب وبردت سيقولك أنت يا أميما واش عندك معاشي وليدات لا احنا أماشي بذبحنا عامين بش كنا مزوجين وإني كنت صابرة أنا كنا بالعقد ودينا عامين بش ملنا العقد وبقيت صابرة لأن الظروف كانت شوية من هذا لا شي مشكل احنا لادرنا واحد للعرض في شهر سبعة شهر سبعة من نيات سعود هد حواجه من الدار يعني ما كاملاشي شهرين ما حول ولا قوة إلا بالله والله يفرج عليكم يا بنتي أميما والله يفرج عليكم رب الله سبحانه وتعالى يجب الفرج من عنده في القريب العاجل يا ذا للجلال وكرم بارك الله فيك بنتي أميما أول حاجة بنتي أميما العلاقة الزوجية هي دوما معرضة للخلافات العلاقة الزوجية تكون مرة مرة معرضة للصراع والجلال بين الزوج والزوجة وخصوصا لما تتدخل الأطراف الأخرى إما العائلة للزوج أو العائلة للزوجة أختها أو أمها أو كذلك أو أخته أو أمه فالأمور إلا تدخلوا كلك يدخل بالخير يدخل بالرحمة وكلك يدخل بالشدة فكيوقع النزاع لهذا ربنا سبحانه وتعالى في العلاقة الزوجية أشقلنا في كتاب العزيز قال لنوى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة المودة هي التي تكون بين الرجل والمرأة في أول طريق كي اختاره عن غيرها من النساء ويقبلت به على غيره من الرجال هذه كتسمى المودة المحبة لكن قد تزول مع المشاكيل ومع مغرور الأيام ومع تعاقب الأحداث قد تضعف أو قد تزول لكن كتبقى الرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة الرحمة تسترها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحبها أكرمها وإذا كارهها لم يهنها فدائما في العلاقة الزوجية تبقى هذا الرحمة المحبة كتمشي وكتجي بحر ريزو ولكن الرحمة كتبقى دائما موجودة الرحمة كتبقى دائما قوية ما بين الزوجين فبنتي لأميما بغيك إن شاء الله سبحانه وتعالى تعرفي بأن الأم ديال الزوج أيضا ربما تنسمعوا لها لكن عموما نقول بأن الأم دائما كتبغي الخير لولدها كتبغي الخير لولدها وحين بعض الأمهات كتبغي تدير شي عمل ربما لهوية في هاد هاد الأمور دي السحر أو الشعوذة ولكن كتبغي تسميه السحر الأبيض أنه كتبغي ربما دير المحبة والمودة بين ولدها والزوجة دياله كين بعض النساء أنا كيحكيوا لي يا نساء كبار كتقول لي يا رأني مشيت عنده واحد العرافة أو عرافة ودرت واحد الأعمال ولكن ميتي كانت حسنة بغيت باش زعمتك لبنت تبقى مهدنا باش تحمل وتجيب دكور أو لا دكور كتحس بأن الغاية ديالها سليمة والمقصد ديالها كيكون طيب ولكن أخطأت الطريق لأن اللي كيمشي لها الميدان ديال العرافين والعرافات كأنه كفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاد الزوج هاد أكيد أنك انتدلت معه الخير قلبت لي على العمال أعونته دخلت عليه باركم سعودة لكن اللي خلى أنه أنه يفر ويغيب خرج ولم يعود لأنه معناه أنا لم أسمع منه ولكن ممكن أن أستنتج بأنه يعيش بين نارين نارين وشي يرضي الأم دياله ولا يرضي الزوجة دياله هو صعيب على دائما كيبقى كيبقى الإنسان إذا خيرنا بين طرفين رفل غالب سيبقى يرضي الأم لأن الأم هي المقام الرافع أم واحدة أما الزوجة كل إنسان يقول لك ممكن أنني أغير زوجة الثانية الثالثة فهكذا يفكر الرجال كيبقى الأم دائما هي اللي عند المقام الأرفع ولكن تحتشي أم ما تبغي أنها تشتت شمل لابنها كتبغي تجمعه ما تشتتو ده بل يقع بنتي هذه أحداث أنا نبغيك انتدرتي الخير في الأول ستنتصري إذا استمرتي في الخير ستنتصري أن نقول لك طريقة سهلة للانتصار حيث الحياة هي سرعة والحياة كفاح وكل واحد يشوف طريقة للانتصار حسب ما علمتني الحياة وحسب ما شفت من تجارب المئات تجارب مع العائلات ومع الناس نقول لك أحسن طريقة للانتصار رهي الصبر ستكون صابر ستكون محتسب ستكون ستكون وأفوذ أمري إلى الله وأفوذ أمري إلى الله علاش دك لي هو صابر ومحتسب وكيفوذ أمره إلى الله ربنا يصير معه الله معك وملائكة الرحمن معك بل إن الله تعالى تجعل وحد الملك اسمه مغيث ملك اسمه مغيث هي قولي يا مغيث هي قولي أنت هتبقى مع عبدي فلان أو أمتي فلان كلما استغاثني هتقدم لي الخدمة واتصور معي يقول لك وحد الملك دائما وأبدا قوي وده في الأحدث كثيرة أحدث صحيحة وفي الوقائع دي الصالحين كم من واحد يوقع في شي ورطة وكيفقى ينادي يا مغيث يا مغيث يا مغيث حتى كدر لي واحد المخلوق غريب وكيفقدم لي واحد خدمة غير منتظرة وملكي سورش كنت كلي كلي ما كيغيب ما كيباج له وكلي ربما جاوبه أحد الصالحين قال لي من أنتو من الصحابة قال لي أنا ملك في السماء السابعة واسمي مغيث والله تعالى كل من استغات به قال يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني يبعثني الله تعالى لكي لكي أقدم له الخدمة أصوله قال لي واشنط لكي قال الله ركين مني الآلاف المؤلفة كلهم اسمهم مغيث كيبعت الله تعالى كل واحد استغات به كيبعت له فالإنسان اللي هو صابر واللي هو محتسب رأى لا يبقى بمفرده كيكون معا دائما ذلك الملك الذي اسمه مغيث كيحفظوه وكيكون معا فيقدم لي الخدمة بيتك بنتي أميمة الطريقة السهلة باش إن شاء الله تعالى ترجعي كل المكتسبة ديالك ما تضيعي لك تحاجة يعني الضياء ما كانش هو أن أول حاجة غن بدو بها هي غتصبري تاني حاجة غتسولي على الزوج ديالك عندك تليفون تسولي على الأصدقاء دياله تسولي على الأقارب تسولي فيه وخا هو اللي خطأ وخا هو اللي ظالم وخا هو اللي خارج ولم يعود ومع ذلك أنت قد تخليك هذا الأمر غتقولي يا كرامتي فين هي الكرامة ديالي أقول لك الاحتساب خليها لله قولي أنا سأتصدق بها لله كرامتي سأجعله صدقة لله وغتسولي فيه الأم دياله ما تتوخدش منها موقف مضار لأنك تبقى أمه باش تكملي معها الطريق خا ستكون علاقة بينك ومن المصافية وخا تكون تعكرت أرى ممكن نصفوها أرى سهل جدا أسهل طريقا نصفوها القلوب هي بالعروسة والعقوسة كنصفوها دغيا غب الكلمة الطيبة إذا قدرت أنك تخاطب بكلمة طيبة وللفلانة كلمة حلوة وسولي فيها أرى الأمور غد طيب يعني القلوب ديالهم غد طيب وإن شاء الله تعالى إذا كان معمول لك شي سحر إحنا دابا الآن غندير وحدة الرقية دابا الآن وحدة الرقية غنقروها كلام جميعا كان بكي عن نسلم مع عدد كبير من المستمعين كي قلنا عندنا شي مشاكل لما انفعثها لطبب ولا محامي ولا والي وشي انفع فيها كنفعثها غير كلام الله إلا الرقية الرقية الشرعية بالقرآن الكريم والتحصينات الأدعية إذا كان عندك شي سحر هدلل إن شاء الله غد يزول هدلل بإذن الله وبقوة الله وبفرج الله وانا كان قل هذا الكلام عن يقين لماذا لأنني عشت كثير مع الناس شفت حالات لي مستعصية والله بين ليلة وعاشية وضخاها الله سبحانه وتعالى كي يقلب الورقة وكتلقى صفحة بيضاء وكي يجي الخير وكي يجي البركة وكي يجي الصحة وكي يجي السعادة وكي يجي شمع الشمل فبنتي أميمة خليك صابرة قدرت الخير وسعداتك بدك الخير رهما غيضي عشرة في الصحيفة حسناتك وفي الحديث قل لك اتقي شر من أحسنت إليه بالمزيد من الإحسان إليه اتقي شر من أحسنت إليه بالمزيد من الإحسان إليه لك تزيد الإحسان لم تنقصي عندك تظن بأنك تقولي أعطيت ما استبقيت شيئا أعطيت مالي وأعطيت صحتي وشبابي وكرامتي ما بقى عن دواله أعطيت ثم أعطيت وما استبقيت شيئا هذا كلام أغاني لا اللي أعطيته من الخير ومفعلتيه من مبادرة حسنة رهية مدخرة في سجل حسنتك ولن تضيع عند الله تعالى وذي كنت أريد أن نوصي لأحباب الكرام لدى الشيح جدي العمل الصالح يحرص على أنه يخليها لله يخليها مستورة ما يقولهاش حتى قال لك لله تعالى والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه المفسرون قال لك شنو والعمل الصالح يرفعه قال لك العمل الصالح لذي أسكت ونسيته ما نذكرهش للناس أربيك يرفعه ديك الساعة إلى أعلى عمليهم أما إذا ذكرته الناس قتلهم فلان رنيدت لي كداو صرت لي كداو وما في خير كي يكون دك العمل الصالح ديالي ولا متدب ديب كي يبغي يرتفعه وكي يطاح كي يبغي يرتفعه وكي يطاح أما العمل الصالح الذي يرفعه الله تعالى هو كدر الإنسان وكي ينساك يقول فأنا دارت لوجه الله واربي غادي بارك فابنتي أميمة الله يحفظك الله يرعاك والله ينورك وإن شاء الله بقي معنا بنتي أميمة ختم الحلقة غندلوا وحد الدعوة هي عبارة عن رقية شرعية فيها آيات وتحصينات إن شاء الله اللي مرض يتشافى واللي عنده شي أزمة ربي فرجها واللي عنده شي سحر يتفك ولا عنده شي عين التبطل ولا عنده شي حسد كله غادي يزول فضلا من الله وإكرامه حافظك الله ورعاك الله وبرك الله فيك وان قل لك بنتي أميمة ومن معاك الناس اللي يسمعوا فينا اللي بغي يستفيد هذا الرقية يوجد واحد واحد لإناء دير الماء إما بوديزة دير الماء ولا قرعة دير الماء ولا قرف دير الماء ولا صل دير الماء يحطح ده ونديروا هاد الرقية حت كتسجل حت الكلام دي القرآن الكريم يسجل في الماء وجعلنا من الماء كل شي حي وإن شاء الله داك الماء يشرب منه ويغسل بين وجه دياله الصدر دياله القفى دياله ويرش به لك أنك يشك بأنه عنده سحر أو أعمال شيطانية يرش به المكان يقول بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرش يرش في الأماكن كلها فيبطل أي عمل سيء يبطل كلام الله يعلو ولا يعلع عليه حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله نوصل الأحبابنا الكرام واللحظة ربما نكتفي بادي المكلمة دي الأخينا رشيد من الرباط الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلكم السلام ورحمة الله حياك الله مولي كريبة تسير حاج بارك الله وفيك سيدي جزاك الله وخيرا الله حفظك ورعاك مولي الله سيدي لشاهدين اقول لك اسم الله يكرمك مولي الله يعزك في الدنيا والأخيرة الله يزاديك بخير واحدة الدعاء الله يكتر خير البنت عندي مريضا وعندها ما عرفت ذاك شي واشمس واش ما عرفت شي حاجة ما عندي ما نقول لك لا إله إلا الله ناشا عادي نقول لك حرنة دارت الراديو دارت كل شي ما ما كتنا شغير بالدواء طبيب النفسان واش عادي نقول لك ذي الله الأمر ومن قبله ومن بعد الله يشافيها من عنده هو الشافي سبحانه وتعالى هو صاحب الأمري الله يكترخيك ودعي لي مع الزوجة دي العيان مسكينها ومريضها وطاحت طاحت الكلوة لها رجلها ورجل دي العيانها من فوقها ودعي معايات أنا مريض عيان بسكر الله يكترخيك ومريض من اللعوي ناس دي والله في كل سنة العامة يدرت على العيني والحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله يا ربي جيب شيفا يا ربي جيب شيفا يا ربي شافيك ويعافيك أخويا الله يمتعكم بالصحة والعافية الله يمتعكم بالخيرات وبالبركات اللهم تعالى تكون هذه الليلة آخرة أمراضكم وأحزانكم ومتاعبكم إن شاء الله ربي شافي ويعافي ويدا ويا أخويا السيد راشد كيف قلت للأخت الأميمة والستجدل كيف يسمع فينا الآن كيف بعض الحالات التي لا ينثع فيها لا الطب ولا علاج صيدنا ولا أي شيء آخر لأنك تكون أمراض روحية كلي كيكون معمولي عمل شيطاني سحري وكلي كيكون منظور يصاب بالعين وكلي كيكون محسود كيكون دائما تدر عليهم نعمة فكيقول فلان وصل لهذه المرحلة وصل لهذه المرتبة احصل على هذا الامتياز كيكون دائما هذه الأسباب كتسبب واحد للحالات النفسية اللي كتخلم لها معذب وكتخلي المصار دي الحياة دياله دائما فيه عراقيل ولا يكاد يصل إلى أهدافه كيجري وكيتعب وما كيصور ولو لعين اجدية لها مش كيكون بالتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى كنتوجه إلى الله تعالى بالدعاء ونتوسل إليه بالقرآن الكريم ونتوسل إليه بأحاديث النبي الأمين الأذكار والتحصينات والتعويدات اللي كنا في الكتاب والسنة من اللي كنقولها هذه مجربة مجربة نعشتها مش مئة مرات قل آلاف المرات مع أحباب كتر عمل لله سبحانه وتعالى إناء دي الماء كنبغي اللي بغي يستفدن هذه البركة يديني واحد الإناء دي الماء واحد استطلوا لبوديزاو لقرعة دي الماء ونقروا فيها جميعا ونؤمن أنا نقرأ ونتوما أمينوا قلوا آمين يا رب يا رب أنك نقرأ الآيات ونقول الأذكار النبوية والأدعية الشريفة ونتقول آمين يا رب يا رب ونتشوف العجاب كنعرف ناس عندهم السكري ما بقاش عندهم تنسيون ما بقاش عندهم المفاصل في الركابي ما بقاش عندهم مرض نفساني الهلع أو الاكتئاب أو التفكير الغير المنقطع أو الخوف والهلع كله زال ما بقاش وكل اللي كان عنده العكس كل اللي في التجارة أو في الزواج كله زال رب يفتح فتحنا عظيمة سبحانك سبحانك والله أنا كانت تكلم معكم الآن وتكاد عيناي تدريفان لما رأيتم من الخيرات والبركات والكرامات الإلهية ربك يعطي بلا حساب سبحانه رهل اللي تمسك بالحق تعالى والله ما يخيب عمر يخيب ربي يعطيك وإذا أعطاك أدهشك فكان طلب الله سبحانه وتعالى يشافي الجميع ويحفظ الجميع ويبارك في الجميع غنقوا مع واحد الفاصل قصير ثم غنعودوا إن شاء الله تعالى ونقيم رقية شرعية بإذن الله من الكتاب والسنة واللي بغي يستفد منها يأمن معنا أو يدير واحد الإناء ديل الماء بشي يعطي للحاضر للغائب إلا عندك ولدات ولا بنيات ولا بعد مقربين ما حاضرينش معنا في الميديا الآن ممكن أنك إن شاء الله تعالى تعطيه من ذلك الماء في النفع النفع في كين في كلام الله ماء زمزم لما شرب له والقرآن الكريم لما ذكر له وربنا عز وجل لك يحكي عن سيدنا أيوب عليه السلام لما أصبه البلاء الشديد أصبه بلاء المرض والفقر وموت الأولاد والسمع السيئة وطرد بلاء شديد بلير بغي بغي إفراج عليه قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعداب قال الله تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب وطال الله وحد الماء صافي شرب منه واغتسل به فشفاه وعافاه وعوضه حفظكم الله ورعاكم الله وأسعدكم الله بجاه النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفي وإذا مردت فهو يشفي قل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور بسم الله دشان بسم الله عظيم البرهان بسم الله شديد السلطان ما شاء الله كان نعود بالله من الشيطان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحادر نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحادر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم داونا بدوائك اللهم شفنا بشفائك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك لك الحمد يا ربنا وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله نرقي أنفسنا بسم الله هو شافينا نرقي أنفسنا من كل شيء يؤذينا من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر الله يشفينا رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم اولئيك بسم الله أمسينا وبالله أصبحنا أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين ومن شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار نعود بالله من شر ما خلق ودرأ وبرأ ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعود بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق ودرأ ومن شر إبليس وجنوده نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين اللامة نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين اللامة نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين اللامة تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو هو إلهنا وإله كل شيء تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا بشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعى ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أمزل إليك وما أمزل من قبلك وبلا خيرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ومقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واتبعوا ما تتل الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذا ما كسبت وعليها ما اكتسابت ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملق توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولل الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا دنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زفوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زفوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زفوقا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من تر السجود سيماهم في وجوههم من تر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيض بهم الكفار وعد الله الذين آمدوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لم تال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا دا السلطان العظيم يا دا المن القديم يا دا الوجه الكريم يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا وعاف المسلمين أجمعين شافنا وشاف المسلمين أجمعين أكرمنا وأكرم المسلمين أجمعين اللهم إنا نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك رحمت يعقوب فردت عليه بصرة ورحمت يوسف فنجيته من الجب ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء اللهم اكشف عنا البلاء اللهم اكشف عنا البلاء اللهم اكشف عنا البلاء اللهم لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا اللهم أخرجهم من العيون والرؤوس والصدور والبطون ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا مسنا الشيطان بنصب وعداب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا رب العالمين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وأبعدهم عنا سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر اللهم ياد الجلال والإكرام نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد نعود بك من شر كل حاسد وحاسدة ومن شر كل ساحر وساحرة ومن شر كل شيطان وشيطانة اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت وكيف ما شئت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم ياد الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حنان يا منان يا عظيم الشان إشفنا وعافنا وداونا اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا من قلت وقولك الحق أمن يجيب المدتر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم اشفنا وعافنا رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرّجه الله ما ضاق أمر إلا فرّجه الله ما ضاق أمر إلا فرّجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين